الرئيس الجمهورية مجموعة من الاقتصاصات والمهام حيث يمارس العديد من الصلاحيات باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في البلاد بحسب ما حدده الدستور ومع الالتزام بأحكامه ومباشرة تلك الاقتصاصات على النحو المبين به وللمزيد حول مهام الرئيس يطلعنا أزميل محمد عبدالله أهلا بكم يتولى رئيس الجمهورية مجموعة من الاقتصاصات والمهام ويمارس العديد من الصلاحيات باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في البلاد بحسب ما حدده الدستور مع الالتزام بأحكامه ومباشرة تلك الاقتصاصات على النحو المبين به وحسب نصوص الدستور فإن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يراعي مصالح الشعب يحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه حيث تعد هذه المهمة هي أسمى مهام رئيس الدولة يبدأ رئيس الجمهورية مهامه الرسمية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب كما يحق له إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب يكفل الدستور للرئيس الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور وعفقا للدستور فإن الرئيس يمثل الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها يحق لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى لقوات المسلحة إعلان الحرب وإرسال القوات إلى مهمة قتالية إلى خارج الحدود بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء يحق للرئيس بعد أخذ رأي مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ وكذلك على النحو الذي ينظمه القانون كما يحق له العفو عن العقوبة أو تخفيفها وذلك بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقا للقانون مهام متعددة وصلاحيات حددها الدستور لكن طبق مراعاة مصالح الشعب وحمية الوطن وسلامة أراضيه أسمى مهام رئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية